في هذا الفلوغ حواريكم أسبوع في حياتي كواحدة بتحاول تأسس وتدير شركة في لندن كاميرا الجديدة للفلوغ بدون مبالغة من أرهب كاميرات في اشتريتها وكيد تعرفوا أني اشتريت كاميرات كثيرة في حاجات كثيرة حواريكم هي هذا الأسبوع كمان لازم شوية نقعد نتكلم مع بعض أبغى فتفضلكم شوية معلاش بس قبل كل دا لازم فورا نركب القطار ونروح المكتب ألحقو الباك باك الجديدة اللي اشتريتها مرة رهيبة صح وتبان صغيرة باستكفي كل شيء من شركة اسمها بيلروي شركة في أستراليا والكواليتي الجودة فرافية جلوه حاطة لابتوب وحتى في عندي قرورة موية فنانة أول يوم ألبسها عشان كده مرة متحمسة نعبي الآيباد ونمشي بسرعة بسرعة هتهزأ أنا المديرة وبرضو هتهزأ كمان عندي هادي الشمطة الصغيرة لدي الكاميرا مرحبا لقينا هالي كما شفتوا أطارت أركب قطار عشان أوصل كما قلت لكم نقلت شقة جديدة كمان هننقل المكتب هشرح لكم بالضبط لأيش لما نوصل قريبا في آخر لاحظة قررت أني هنقل كل حياتي صح دوبة نقلنا دا المكتب بس هننقل التاريخ شكرا 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 هلا وصلنا للمكتب أخيرا عشان أنا بننقل ما أحبين نسوي أي شي تاني أي شي جديد في دا المكتب إن شاء الله في المكتب الجديد عندنا حاجات مرة كثيرة وأفكار مرة كثيرة هنسويها عشان يمكنني أصور برنامج هرجة وفي نفس الوقت أصور فيديوهات لكم انتو على قناة جنة هشام وعلى سيرة هذه القناة في موضوع مرة مهم طبعا كنا زمان جنة بلوغز ودحين بس حبات أغير الاسم عشان أحط اسمي طبعا مو معناتنا حنقطع على الفلوغز عشان زي ما شفتوا هذا الفلوغ بس حبان نطور الفيديوهات ونحسن الجودة ونسوي أفكار جديدة ومو كلها هتكون بلوغز أمس واليوم قاعدت أغير كل الثامنالز القديمة على دي القناة بجددها وطورها والصراحة جاني حزن مو طبيعي لما اتفرجت على كل الفلوغز القديمة أول مرة اتفرجها من يوم ما نزلتها قبل سبعة تمانية سنين بالذات لما شفت الفلوغز في بيت جدتي الله يرحمها بس جاسة أبكي وانا بشوف الفيديو بس في نفس الوقت اتحمست اني سوي لكم فلوغز جديدة الحين برضو هكمل أخلص كل الثامنالز الجديدة إن شاء الله اليوم هتنزل فيديو جديد على قناة جانا هشام كيد شفتوه قيدكم هاي اوكي اشتغلنا شوي على الثامنالز الجديدة فاقيلي صفحة واحدة من الفيديوهات بس ماني قادر أكمل حموت من الجوع الساعة واحدة وتلت فحنزل بس أشتري شيء أكله بسرعة وأرجع أكمل يا جماعة بدون مبالغة هذا أطهم دجاج من محل تركي اسمه قربوز حرفيا بس كوشك يجي هنا في الماركت في وقت اللانج هادي الشيء الوحيد اللي حيوحشني عندها المكتب لما ننقل هبارة عن دجاج ما شوي بالسلطة الساعة ستة إلى تلت مرة فيه طعم البنات نحين ماشين سلام عليكم أنا لسا ما حمشي عشان ما خلصت كل الثامنالز ما قيلي حوالي 8 ما قيلي 8 ما حمشي الان ما خلصها عشان أقدر أنزل الفيديو الجديد حسبت أنه لو خرجت من شغلي حيكون عندي وقت مرة كثير للفيديوهات بس في مليون شيء لازم تسووه لما نتديروا شركة فهذا الشيء بتعلم وضحين حرفيا حاسة ما عندي وقت أسوي ولا شيء في حياتي بشتغل كل يوم إلى نسعة تسعة في الليل معظم الشغل عن سناب شات بس طبعا من أهدافي أني نجح دي القناة وتعب اذهب إلى المنزل أهداف أهداف لا أعلم أنك سعيدة أرميك مع السلامة مع السلامة باقي بس أنا لوحدي شويو حتصير ساعة ستة هذا الشيء لازم تعرفوه لو تبوا تأسس الشركة دائماً أنتو حتكونوا آخر ناس في المكتب بالذات في البداية أنا آخر وحدة في المبنى كله آخر يومين مشاعري الإنسان يعني أنه يشوف كل حياته من قبل خمس سنين كل اللحظات اللي صورها إحساس ما قدر أوصف لكم الإحساس أفتكرت نفسي لما كنت في ذاك السن كان عمري 21-22 لسا ما كان عندي ثقة في نفسي ما كنت أعارفة إش بسوي في حياتي ما كنت أعارفة نفسي يعني لما نشوف البنت في فيديوهات جانا بلوكس أحس مين أنت؟ نفسي كده أرجع وأكلمها وأديها نصايح ولا الفيديوهات اللي سواناها وكل التعب على السوشيال ميديا وصلني إلى دي المرحلة حاليا الحمد لله عندي شركة ناجحة في السوشيال ميديا فبس الحمد لله على كل شي على فكرة لما نشوفوا شعري منكوس وزي كده تعرفوا أنه سترس هنا هاي دوبي صليت بس كنت جاهزة أفكر كدهش المكتب مكركب لا تحكموا على زي ما هو الحين لشان زي ما قلت لكم هلنقل فحاليا بس كده سايبين ومكركب طريت أحرك دي الطاولة كانت زمان هنا هذا الست حقي حق برنامج هرجة لما شفتوا برنامجي هرجة على سناب شات روحوا تابعوني في كل حلقة اديكم هرجة من الغرب فهنا نصور هرجة وهذا الباكراوند حقي بس طبعا صار مرة ضيق في المكتب مو زي زمان أنا وهالي الأسبوع اللي فات روحنا شوفنا المكتب الجديد خلاص حجزناه كل شي بس لسا عبي يبنوه عشان كل شي في المكتب الجديد ولسا ما خلص فروحنا شوفناه وقلصنا الغرفة عشان نجهز الستس الجديدة اللي حنسويها في المكتب الجديد إن شاء الله فبس بنمشي في دي المساحة على بال ما ننقل للمساحة الجديدة خليني أجلس وأشرح لكم اللي حصل إنه في أكتوبر السن اللي فاتت أبوي الله يعطيه العافية دخل المستشفى وجلس فترة يعني أكتوبر نوفمبر ديسمبر الان جانيوري ففي ديك الفترة قررت أخرج من وظيفتي عشان يكون عندي وقت زيادة أقضي مع أهلي فأخذت المكتب اللي جام شقة القديمة بس بعدين كله بعد فترة استوعبت أنا ليش هنا؟ يعني هذه المنطقة تعتبر كأنها وسط البلد ممرة غالية على الفاضي وأهلي مهم قريبين من دي المنطقة هذه في الشرق هما في الغرب ولندن مدينة كبيرة يعني كنت لما أوصل من شقتي لشقة أهلي أخذ ساعة في السيارة فلما استوعبت ما في شي مخليني هنا فورا قررت إني حنقل طبعا هذه الميزة لو أسست شركة لوحدكم أنتوا تختاروا فين المكتب تختاروا فين أنتوا بتعيشوا فأقولت لازم أستغل دي النقطة الساعة السابعة ورب جالسة أطلب أكل ما عندي أمل أرجع أدعشة حطلب من شبوتل أي جبنا الأكل طلبت صلطة مع بيف ما عندي وقت لازم أكل وأشتغل شوي واحد ستصير الساعة تسعة دوبوا أدنا المغرب بس أخيرا خلصنوا كل الثامنالز جديدة خليني وريكم لما أقول لكم فيها غباء مون طبيعي من كتر ما أظن لفترة ما نزلت فيديو على دي القناة نسيت تماما أنه أنا أسوي الترجمة بالإنجليزي وتاخد مني ممكن ساعة أو ساعتين ولو تأخرت أكتر من كده كمان أقول شي بشوي يخوف صار مرة ظلام ثاني شي ممكن يفوتني آخر قطار ثالث شي مين صاح يتفرج الفيديو هلا بالما أرفع وسوي الترجمة وسوي الثامنال ما حيجيكم غير خمس الفجر والله حاولتي جماعة حنمشي حاسة نفسي شوي فشلت اليوم اشتغلت هنا لساعة عشرة يعني ما أقدر أسوي أكتر من كده بس إن شاء الله بكرة نخلص كل شي شايفين كيف ظلام ما في ولا أحد غيري حاليا باي حاليا ساعة سبعة ونصف في الصباح أول شي حنسوي حنروح النادي مرة تعبانة بس بحاول نروح النادي في الصباح عشان أخلص فجريت على السير شوية الآن بس بسوي السيرتشي هاي رجعنا واستحمينا الآن أبسوي عصير سموذي أتحمست على السموذي لما سويت الفيديو حق كيم كارداشين هذا الفيديو اللي بنزله اليوم فإن شاء الله حيكون موجود روح تابعوه عندي حوالي نص ساعة أسوي السموذي بعدا عندي اجتماع كوكنات ملك زبانخ خيار أبوكادو موزا عسل تلج ننضيف السيموس أخد بريك بسيط عشان أأكل بيضتين مسلوقة كمان بشرب شاهي بالأوت ملك قطيت فيله ملعقة كولوجين كولوجين مر مفيد للبشرة للعضلات للجسم هاي نقلت للكنبة عشان مرة جاني تاعب حاليا بس بعدل كم شيء في الفيديو عشان أبغى يكون بيرفكت بعدها أخيرا حنرفعه خلصنا من الاجتماع اليوم خلصت الترجمة اللي دا الفيديو آخر شيء لازم أسوي الثامنيل لديا الفيديو الساة خمسة لأتولت أخيرا حنشر الفيديو أنا وهاالي بنتكلم عن الوصفات اللي حنصورها بكرا حسنا حسنا نقوم بعمل هناك فيديو أخرى يمكن أن يكون مهمة صباح الخير علينا الساعة تمانية الصباح اللي بيتروشت عشان اليوم حتصور وصفات كتيرة بعد شوية حتجي المقاضي اللي طلبناها لذالفيديو وبعدها حتجيني هارلي عشان تساعدني أصور هذه فكرة هارلي عندها قدع على اليوتيوب لو تفهموا الانجليزي حطوا لكم الرابط وروحوا تابعوها الجو في لندن اليوم شوية كئيب يا جماعة اشتار المفروض صيف اليوم 24 اوغسط باستخدم اوت ملك عشان ما سرد أشرب حليب للأسف هاد الشي يخلي الحليب زيك انكم بتطلبوا قهوة من برا جات المقاضي القهوة هاد الشي رهيب يحمي الحليب ويخليه معرف الكلمة بالعربي قولولي اش معناتها فوم بالعربي علموني يا جماعة معلاش جات هارلي حرفيا ما عارف اش بسوي خلصنا واحدة وصفة لحين بنشتغل على تاني وصفة بنصور بدي الكاميرا طبعا عن لنا اللمبة دي للإضاءة وكمان طبعا إضاءة الله سبحانه وتعالى بنسوي وصفة الخيار المشهورة على تيك توك انا دو بيقطع هدي ومرة تحمست لحين وقفتنا تصوير وهارلي بتقطع الباقية سوري منظر شبشي بي مرة مو حلو صارت الساعة اثنين ونص خلصنا تقريبا ثلاثة وصفات هارلي بتاخد بريك راح تجيب أكل انا ماحتاج ااكل الصراحة اللي بااكل طول اليوم لازم نخلص تصوير بالظبط الساعة خمسة ونص فان شاء الله يمدينا نخلص الوصفتان الباقية مستعبانا احن سلح شوية أخيرا خلصنا الساعة خمسة ونص هارلي هتمشي راحين فيها تعب مو طبيعي خلاص طفت هاي يا جماعة اليوم يوم الجمعة معناتوا آخر يوم شغل في الأسبوع تمان لما كنت موظفة وفي نفس الوقت بحاول أسوي فيديوهات كنت أشتغل تقريبا كل ويكند لما نيجي ويكند وما أشتغل حس اني بسوي شي غلط مستحين انتوا شايفين طبعا قداش بأشتغل لازم أدي نفسي بريك واخد ويكند واخد وقت أسوي حاجات ما لي علاقة بالشغل لو ما سويت كده أظن حتجنن المهم تاما أجيكم في الفلوك دبي مستحمية وشعري مبلود ساعة واحدة ونص معظم اليوم اشتغلت على قناتي هرجة إن شاء الله حروح المكتب بعد شوية عشان أصور الحلقة وهذا تقريبا آخر شي لازم أسوي اليوم حاليا بكتب الكلام اللي حقوله عن ايمي واينهاوس المغنية البريطانية اللي مر انشهرت بعدين فجأة ماتت القصة مرة كئيبة حاسة نفسي دخلت بإكتئاب المهم باكل أوتس بوريج معها شوية عسل كمان زودت حبة صودة مرة رزيزة صارت الساعة خمسة دوبلي أخيرا خلصت السكريبت بس عشان أتأخر الوقت بدل ما أروح بالقطار حاروح بالسيارة وصلنا المكتب مرة طيب تصراحة بس لازم ضروري أخلص هذا التصوير بعدين خلاص بح تشوفوني تاني في هذا البلوغ أول شي هسويه هاخد المرايا هاي شوفوا انتو هنا هحط شوية ميكوب بعدين هجهز الغرفة للتصوير أول شي نولع هذه اللمبة الخضرة طبعا نقفل لمبات المكتب بعدين نشغل هذه اللمبة بعدين نشغل هذه اللمبة هذه اللمبة تولى على الأرفف اللمبة الكبيرة دي لوجهي والخضرة طبعا للباكراون عشان دون اللوغا حق هرجا أخضر بعدين هنا نركب الكاميرا بدنا نجلس هنا وأصور بسرعة لازم أصور دحين خلصنا تصوير مني مصدقة أني خلصت كل شي المفروض كنت أتسويه هذا الأسبوع ما سحبت على ولا شي فإن شاء الله حيمديني أستمتع بالويكند هذا السبت حق هرجا شوفوا قداش الإضاءة واضحة في حاجات زايدة برضو كنت بسويها الصراحة حاجات بسيطة يعني عندي وقت بس قلت خليني أعبي حاجاتي وأمشي من دحين لاني لو مرت أخرت في المكتب هفضل أسوق وأنا مرت عبانة وهذا الشي خطر فبس حرجع البيت من دحين طول اليوم ماكلت ولا شي غير الأوتس اللي وراتكم هي حموت من الجوع خليني أرجع البيت وأكل وأكمل الحاجات الباقي على أرواغان بلان خلاص على فكرة الساعة ثمانية ونصف الليل كفاية كفاية كده